لو مثلاً فرقنا مع... طبعاً الفرق مع السويد وكده مش هيبقى زي كده خالص السويد دي بطلة عالم أربع مرات؟ أه أربع مرات وهذا بطولة العالم أربع مرات بس البطولة اللي فاتت خامس يعني بتتكلم إن مستوى الفني مش بنفس القوة قبل كده طبعاً مش زي قبل كده مش أول يعني أول دي موضوع خواف دنمارك أول عالم دنمارك والنرويك تاني وفرنسا ثالث وألمانيا رابع وبعدين سويد طيب إحنا فرصنا في الماتش جاي إن شاء الله كبيرة إحنا عندنا إن شاء الله لو إحنا كسبنا بيلاروسيا أو روسيا كابتن تقليباً؟ لا هو أقول لحديك إحنا فرصنا متساوية مش كبيرة فرصنا مع السويد نهاردة سويد كسبت 41-40 أمام شري فرصنا متساوية هو الماتش في الملعب هو أهم حاجة بس إن إحنا نهاردة كسبنا الحمد لله كده دخلنا الدور التاني 크دنا نقطتين لو دخلنا... لو كسبنا إن شاء الله بإذن الله الماتش الجاي هيبقى معانا أربع نقاط هنخش على الدور اللي جاي ومعانا الأربع نقاط ونبتدي بقى نلعب غالباً يعني طبعاً كوريا جنوبية هتبقى بره الشكل اللي باين كده هيبقى سلوفينيا وبيلا روسيا وروسيا هنلعب التلاتة دول واحد منهم التلاتة هنلعب التلاتة اللي هنا دول هينضموا مع التلاتة اللي في مجموعتنا يبقى مجموعة جديدة ست منتخبات الاتنين اللي احنا لعبناهم خلاص مش اللعبهم تاني هنلعب التلاتة بقى التانين ونجمع النقطة انا طلعب اربعة كسبت بعد كده مطشين ممكن ابقى اول مجموعة هتسهل لي بعد كده بقى في دور التمانية انت بتاخد من الستة دي بقى كابتن الاول الاول والتاني الاول والتاني من الاربعة مجموعة يبقى تمانية هو ده دور التمانية اوكي بعد كده بقى نوك اوت يعني اللي يخسر بيباي يطلع فانت الماتش اللي جاي انت كده خلاص انت بتلعب بس عشان اكيده مستوى فاني انت بت لا انا عايز نقط عايز نقط لو خدتها طبعا كويس جدا ليه هبقى هخش على المجموعة التانية باربعة نقط اوكي هلاعب التلاتة التانين اخد منهم اقصى نقط بقيت اول مجموعة اده كده هتسهل لي بقى هروح لعب تاني مجموعة التانية يعني النقط بتاعت دور اللي احنا اخواخدينه ده بتتضاف على النقط من خلال الماتشات اللي هي في دور الرئيس في دور اللي جاي اوكي من الترتيب من خمسة وعشرين لتنين وتلاتين فني بتبقى لحضراتكم اكتر يعني شكل الاداء بتاعه بالنسبة للمباراة بيختلف من المباراة للاخرى وازاي بيتعامل هؤلاء اصلا في محل الاداء مع الفريق الكابتن محمد امام بيعمل تحليل احنا عندنا في الهندبول حاجة سيستم اسمه دارت فيش طبعا ده بيبقى عند كل محلل الاداء وكده بيحسب بقى اصلهية الحكاية موضوع معقد جدا يعني طرق الدروي لما بيشوت وهو في الحتة دي بيشوت فين دي بتبقى حسابات لان بتبص تلاقي بعد كده في البطولة واحد قفلك الدنيا هو حفظك ذاكرك كابتن محمد فاروق لما بيبقى مثلا بيجري الناحية دي بيشوت كده او بيشوت كده او ليها ليها مذاكرة فبيقعد يحفز كل اللعيبة وكل الجون دا بيعمل تمويه بالطريقة الفلانية وبعدين بيشوت من بره دا بيشوت من تحت دا بيحفزك بيحفزك او بيحفز الفرقة كل واحد بيعمل ايه انت على قدر استعابك وبنيانك الجسماني وقواك النفسية والعصبية وحاجات بقى اللي هي بتاعت جماعة اسات زيتنا بتوع التربية الرياضية هم اقدر طبعا ان هم يكلموا فيها عني دي مجموعة عوامل نايم كويس لبسك بالنسبة لك مريح نفسيتك مش عاف ايه كل دي يوم الماتش فاحنا ابتدينا بقى مع السويد يوم الماتش خلاص طبعا ماتش النهاردة الحمد لله قدنا بصورة كويسة مين لفت نظرك النهاردة من اللي عبتنا الكابت؟ والله كلهم هايلين هايلين بجد ما عدا واحد كده عمل واحدة ملهاش لازمة انا متأكد ان جهاز المنتخب هي انا مش هقول لك هو مين مش عايزين نعرف مين مش عايزين نقول اسمه هو ياخد بلهم النفس لان البطولات اللي احنا بيكلم على كاس عالم وعايزين ناخده كله لازم يبقى يعني بالصمت يا كابت مفيش اه يعني مفرامة زي ما بيقولوا يعني مفروض ان ما فيش سنة استهتار او استكبار على اللعبة او ان انا كسبان فرق عشرين اعمل واحدة كده لا 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 مش هينفع صح فهو انا متأكد السيستم عندنا بيقول كده ان النهاردة لازم هيحصله توجيه ام ان مهما ان كنت لا لا خلي بالحضرتك ما هو اللي بيعمل كده كويس بييجي في الضغط برضو ما بي يعني انت كسبان كتير فبتستهتر ام لما بيجي عليك ضغط مش هتعرف ترحى نفسك تمسك نفسك ام فهي لازم دي دي بتنزبط والحمد لله دي حالة بسيطة قوي حصلت وان شاء الله ما تكررش كانت حوالي روبي قال لي ان حارس المرمى هو اللي ممكن يوصلك لكس عالم او لكس عالم او كس عالم عشان هو حارس مرمى نهاردة الطيار وهندوي صراحة اه ها هايلين هايلين بصراحة طبعا هما هم حراس كويسين جدا مستوى عالي جدا كريم هندوي خد في بطولة 2009 اللي كنا نتكلم عليها مع حضرتك احسن نحارس مرمى في العالم ده موضوع مش سهل صحيح ايمن صلاح والكابتن الروبي وكل الناس يعني والطيار برضو لسه هجيب الطيار والطيار طبعا هايل واعد جدا ان شاء الله يبقى احسن يعني لما يبقى هو بقى حارس مرمى منتخب مصر يبقى احسن من اي حد وفي حميد اعتقد عبد الرحمن حميد او حاجة المهم يعني حراسة المرمى طبعا مهمة جدا مهم يبقى عنده توفق عضلة عصبي جدا تركيز شديد بس كمان مهم يبقى قدامه الدفاع قوي هو الدفاع اللي بيخلي حارس المرمى كويس نفس عارف السيستم بتاع الدفاع في كرة اليد وحطة الكافر واللي بيحصل ما بين اللعيبة انا شفت النهاردة لانت حاجة بتقولها دي كانت مشكلة في مطش تشيلي والنهاردة الحمد لله اختفت كان في مشكلة كده في صغرة في الدفاع هي اللي كانت يعني اللي هي الفرود برضو اشتغل علينا منها في المطش اللي فات النهاردة الفرود احسن من بتاع المرة اللي فاتت جاب جوهن فهي الحمد لله تبقى ليه مصح على ده الفرود دي تاع النهاردة بتاع مسدوني ده من احسن من احسن ده فضيع جاب جوهن جوهن واحد اه فالحمد لله هي تقفلت الحقيقة برنده بيذاكر كويس طب حلو حلو وليت حسن النهاردة رأيك في ان هو رجل المباراة برضو لعيب من اللعيبة اللي انا شوف ده كان هداف كاس العالم برعي الاول كان اول ماتش والنهاردة ده تاني ماتش ليه حاجة برضو معبر عن منتخبنا اه وكان هداف منتخب النشئين في كاس العالم واحسن لعب وهو طوله 8 متر ومش عارفه 3 ولا 5 حاجة زي الكابتن احمد العطار كده اه وحاجة يعني كويسة هو موليد 2000 صغير جدا بتلعبوا كاس عالم من دلوقتي 20 سنة طبعا جاي جاي اكتر ان شاء الله حل حل بس نتمنى ان هو بقى يحترف خارجيا ان شاء الله ده احنا نتمنى طبعا كل اللعيباتنا تبقوا احترفين احمد الاحمر نهاردة وجوده كلاعب خبرة نهاردة مع اللعيبة كابتن طبعا احمد الاحمر ايمة كبيرة اوي وفنيا حاجة يعني عالية جدا جدا بيدي برضو ثبات للفريق لان هو كابتن الفريق وهو يعني احمد الاحمر يعني ما اقول ايه كلام كتير يتقال عليه وزين برضو وزين برضو علي زين علي زين طبعا نعم كل دول وحشام سند وعمر الوكيل ومحمد ممدوح هاشم وكريم هنداوي يعني الاسماء بتاعتنا كلها الحمد لله العيبة جامدة يعني انتمنى لا لا ان شاء الله بقى ماتش السويد بقى ماتش ده كل المص هتفرج عليه فنشوف ان شاء الله ماتش كويس عندي بعد الصورة كابتن عايزك تعلم